اشرا ناعمة وزينة وما تحتاج شيء سميكا سميكا يسود الاعتقاد بأن بشرة الرجل لا تحتاج إلى عناية وأن استعمال الكريمات حصر على النساء بل على العكس هي بحاجة إلى روتين خاص ومختلف لسيما وأن بشرة الرجال أكثر سماكة من بشرة المرأة المزيد تنضم إلينا في السوديو الدكتورة لما جعلوك اختصاصية أمراض جلدية صباح الخير صباح الخير مروة صباح العربية خير عادري أهلا يعني عادري يمكن زعلان أن البشرة سميكا هذا يفيد البشرة من التجعيد يحميها أكثر من مشاكل البشرة في مميزات في أن هي أسمك من المرأة أكيد لما تكون البشرة أسمك تكون فيها كولاجين فيها إلاستين أحسن وبالتالي هي تقاوم التجعيد تقدم في العمر يكون عند الرجل أبطأ من عند المرأة فتخيل المرأة تظهر عند التجعيد أبكر بكثير بالرجل حتى لو كانوا بنفس العمر الرجل لما تظهر عنده تظهر متأخرة ولكن للأسف تظهر أعمق يعني متى ما بديت التجعيد تظهر مثلا الأخدود اللي يشوفه عند الجبهة هي أخدود عميق النساء تظهر أبكر ولكن تكون سطحية أكثر ماذا يستطيع الرجل أن يفعل على الأقل حتى يخففها طالما أنه إحنا اليوم عندنا الرجل أنت عارفه أنه لا يحبذ أن يحط كريمات لا يحبذ أنه يمشي على روتين معين هذه أهم نقطة أنه هي بحاجة لتنظيف البشرة الرجل هي صحيح أسمك ولكن الغدد الدهنية فيها نشيطة جدا وبالتالي إفراز الدهن سيكون تقريبا دبل إفراز الدهن عند المرأة فتخيل تراكم هذه الدهن طبعا مع الأتربة والغبار مهن لكننا نسمع النشرة الجوية هذا كله يتراكم على البشرة والرجل عادة هو خارج المنزل أكثر من الإنساء الإنساء غالبا تكون داخل المنزل فالشمس الغبار الجراسيم كلها تتراكم بالإضافة إلى طبقة الدهنية لابد أن يكون هناك تنظير بسيط نحن ما كتير من نحب نغلب الرجل ولكن في شيء أساسي لازم يتسبقه حتى يحصل على بشرة نظيرة أهم شيء الغسول المناسب للبشرة يعني بليس بس نشيل الفكرة أنه الصابونة العادية صابونة الأيدي بتنحط على الوجه هذا خطأ قاتل يعني مستحيل تحط صابونة عادية اللي هي بتحاول تنشف البشرة تحاول تنشف عفوا اليدين حطا على الوجه الوجه بحاجة لتنظيف ولكن بدون جفاف الجفاف هو عامل مساعد لتظهر التجاعيد مبكرا في غسولات لطيفة مرطبة بنفس الوقت يعني هي بتزيل الدهون ولكن بدون تترك الجفاف الشديد على البشرة هذا رقم واحد ولازم صبح ومساء يعني لازم صباحا ومساء الثاني هو المرطب هلأ هاي ممكن نشيله إذا حسنا نحصل على واقي شمسي معه مرطب يعني نحن بهالحال خففنا على الرجل إضافة جديدة يعني غسول واقي شمسي معه مرطب وبالتالي واو حصلنا على النتيجة اللي بدنا إياها صباحا المرطب اللي هو المسترائزر هذا من الممكن نحن نشيله إذا حطينا اللي هو الواقي الشمسي مع المرطب اكزاكلي في مرطبات كتير خفيفة بدون ما تترك الأسر الزيتي يعني نحن عنا لمشك اللي بالرجال بيقول لك أنا ما بحسن بطلع ووالشي عم بيلمع كل العالم بيحسبروني إنه أنا عم بحط شي المفروض في مرطبات مع واقيات شمسية بيسموهم دراي تتش يعني اللي بتترك أسر جاف على البشرة وبالتالي زيرو لمعة هاي مشان يرتاح الرجل تمتصها البشرة اكزاكلي وبيكون هي جزيئات تبعيتها خفيفة فامتصاصها أسرع وأسعى هذا فيما يخص الصباح ماذا عن ساعات الليل هل مفروض منهم أشياء تانية؟ هو لازم المفروض بس نقصل بس اللي حصل طول النهار لأنه في شي تراكم على البشرة المفروض نقصلها ترجع تتنفس بشكل طبيعي بس ما نحطش مرطبات خلال ساعات الليل لا هو يفضل بأن نقلب على شوية معالجة بسيطة مثلا ريتينول المرطبات التحوي على ريتينول يعني فيتامين اي اللي شوي بنشط شباب البشرة فيتامين سي كمان بيفضل فيتامين سي تماما أنا ما عارف من الفيتامين سي لأنه ينشره لا لا وحتى وقت بنحط على البشرة بيبقى كتير رائع لأنه هو بساعد هو نفسه لا ولا شيء آخر لا طبعا فيه تراكيب خاصة مو نفس اللي ينشره تماما فيه تراكيب خاصة هي فيتامين اي وفيتامين سي فيه اللي لازم نحكي عنه أنه حول العينين أيوة الرجل يهرم أسرع من المرأة حول العينين المرأة تهرم بالخطوط الخارجية الرجل بالخطوط الداخلية والرجل عنده وسادات تحت العين فهل انتفاق تحت العين بيجعله أي حدا بيسأله أنت مانك نايم ممنيح مانك مرتاح بشوف الوسادات هل لهم بالبيت هل لازم نحن نضيفها كإضافة يعني ايش اللي يسوي الرجل بهالحال فيه كريمات بسيطة بتخفف السواد تحت العين بتنشط التروية الدموية وبنفس الوقت بتخفف هالانتباخ والاحتباس تحت العين وبيعطي يعني بطء بالأيجينغ بتقدم بالعمر يعني بيكون بسيط بس على ماهلو بيصيب طيب أنه كل هاتنا رح نتقدم بس بطريقة تكون دكتورية صحية أكتر أكيد مع الفئات العمرية زي السيدة بتختلف الاهتمام بالبشرة من عمر العشرين التلاتين بعد الأربعين ماذا يحدث للبشرة هل تكون أكتر تضررا؟ كمان الزكور اللي حسن حظهم أنه التستسترون هرمون الزكري اللي عندهم يستمر ما بينزل بشكل يعني دراماتيكي مثل ما بتنزل عند المرأة بالأربعينات وبالتالي هذا بيساعد أنه البشرة تضل قوام سميك فقوام سميك طبعا هو قوام مقاوم للتجاعد النقطة المهمة أنه لازم بحدود تقريبا متليتينات ودخلنا بالأربعينات نبدأ بأنساعدة مثل ما أنها الفيتامين A هو عبارة عن بيسمك البشرة بيطلع كولاجين جديد يعني نحن طبعا بتقدم العمر عم نخسر كولاجين ولكن عم نحاول نسير البشرة تطلع كولاجين جديد فنحن بعد الأربعين شو ننثيرها دكتورة منكما أن فيتامين A هذا أساسي هذا خارجي تماما تماما ونادرا نحن نطلب من الرجل أن نروع على فيتامينات لأنه غالبا بيكون التغذية الصحية ما في دورة تمسية يفقد فيها الرجل وبالتالي الرجل يحتفظ بفيتاميناته الحديد دوما عنده مستواك جيد فبالتالي نحن بس بحاجة لتطبيقات خارجية ما كتير صعب يعني مثل ما أن غسول مرتين بنهار صبح واقي شمسي مع هو مرطب المسى الفيتامينات ومضاق تجعيد حول العين طيب أنا خلي أسابي من الموضوع للرجل أهم حاجة هل مطلوب منه أنه يروح إلى عيادة التجميل حتى يعمل تنظيف بشرة عميق كنت أسأله نفس السؤال عفيد هو بس المطلوب منه في البداية يعرف طبيعة بشرته يعني دوما هم بشرتين أنا جنون لازم نشوف تحت مكبرة جلدية عادة البشرة لازم نعرفها هل هي فقط دهنية هل هي مختلطة هل هي في عنده مناطق عم تعاني من التجعيد هذا كتير مهم لا يعرف الغسول المناسب لأنه مو أي غسول موحد لكل الرجال الغسولة ممكن يزبط على بشرة دهنية بالتأكيد لا يزبط على بشرة جافة يعني الكونسبت الفكرة أنه نحن في عندنا متعددة بشرات متعددة هاي لازم توصل للرجل وبالتالي هو بحاجة في البداية يشوف طبيب أو متخصص بالبشرة يعرف أنه شو نوع البشرة تبعيده هلأ فيما بعد لما فيه إهمال للبشرة لفترة لما بده يقلع مرة تانية بالعناية فيها أكيد بحاجة للتنظيف عميق لأنه المسام عنده مفتوح كتير الغدد الدهنية نشطة يعني إفرازة عالي جدا وبالتالي أحيانا الغسولات العادية لا تكفي للتنظيفة طيب يعني كانوا بيقولوا طيب ممكن يفيد الرجال تمام هلأ ممكن نسويه نحن المقشرات مثلا أيها مهم على فكرة ممكن مرة بالأسبوع يعني إذا بشر إفراط عنده بالدهن ممكن نروح حتى ثلاث مرات بالأسبوع طبعا ما تعطينا حمار ما تعطينا تخريش أو حكي نحن بيكون نحن كتير إجزاجر يعني كتير أسرفنا بالتطبيق حتى التقشير بس التقشير يكون لطيف في تقشيرات تطيفة بسموهم سكراب كتير لطيفات لا مش في العيادات في كريمات حتى في ماسكات ممكن تحطها اللي في منهم الفحم وفي منهم الطين هلأ ممكن نسويها مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع للبشرة اللي كتير عندها للنساء خلي يهتمون بالرجال يسول لهم كل واحد عندها يسول لهم يسول لهم يسول لهم لا ما يعرف يسول لهم تهتمل بشرتها أنت كمان لازم تهتمل يا دوب هي طالما تأخذها بكج خلوح إلى أسألة المشاهدين صباح الخير هل البهاق مرض معدي وينتقل من شخص إلى آخر وكذلك الصدفية دكتورة لا 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 أكيد لا إلا البهاق ولا الصدفية هو عبارة عن اضطراب مناعي بالجسم وبالتالي الجسم يهاجم الخلايا الصباغية ويوقف على العمل فأكيد مرض معدي ومرض ممكن يكون عامل وراسي أو عامل جيني فيه ولكن غير معدي بالتلامس أفضل تقرأ دكتورة ما هو علاج حب الشباب وإذا كانت آثاره واضحة هل يوجد علاج نهائي طبعا حب الشباب بفترة مؤقتة من العمر فترة التين ايجز هو العمر 25 سنة المفروض لحاله يتراجع حتى لو ما كان عم يعالج أهم علاج الذي حكينا عليه تنظيف البشرة بشكل جيد ما يخلي القنوات الغدد الدهنية مزدودة أيوة تمام سؤال آخر إذا تكرمت الدكتورة ما هي الأجزيمة وكيف يمكن علاجها الأجزيمة هو تفاعل بين بشرتنا مع عوامل محيطية أحيانا مع عوامل نحن مناخدها مثلا عن طريق الأكل هاي عبارة هالتفاعل هو حمار وقشور شديدة هالقشور بتسبب حكة وبتسبب أن الجلد يتشقق فيما بعد طبعا بده علاج ضروري وبده نعرف المسبب يعني من أهم تعرف المسبب وتفاعد عنه طيب الدكتورة لما جعلوك اختصاصية أمراض الجلدية تقول لكم روحوا مرة واحدة لعيادات التجميل حتى تعرفوا نوع بشرتكم لتأخذوا الغسول وبالتالي الكريمات المناسبة لوجوهكم وتبقى الرجل جميل جدا من الداخلي والخارج النظارة كمان عادي ما غيرتكم ما لكم شغل فيها شكرا دكتورة أهلا وسهلا شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا